مشاهدين الكرام ورحب بكم مجددا في تأمل جديد من وحي الكتاب المقدس حتكلم معكم كلام هل بيوم من الأيام كنت مع شخص ما خلاك تشعر بالسعادة العارمة سعادة ما لها حدود سعادة حقيقية تفوق الوصف كما أنك تلاحظ أن هذا الشعور ينمو الآن وكلما ينمو كلما تشعر بشكل أفضل كلما تشعر بشكل أفضل كلما يكون اليوم أحسن من أمس وبكرة أحسن من اليوم ركز معي تماما مثل لو أنك تتذكر أول يوم تقابلت به مع المسيح وغير حياتك فاكر هذا اليوم أرجع بذاكرتك لهذا اليوم وأنت تفهم مقصدي وأنا أرى أن هذه الفرحة بدأت اليوم أثناء مشاهدتك لهذا المقطع بالذات الآن ومن خلال شاشة جهازك أو من خلال شاشة هاتفك موبايلك اللي عم تتفرج منه الآن خلك معي إذا أنت فتحت عيونك وقربت راسك من الشاشة علشان تسمع أكثر وتنبسط أكثر أو أنك قلت للعيال أهجدوا شوي أو خفضوا صوتكم أو حطت السماعة عشان تسمع بوضوح بدون ما أحد يسمع من حولك أو أنك خرجت من الغرفة علشان تكون وحدك وتسمع براحتك لأنك فرحان طبعا تخلص المسيح لك إذا كانت الضحكة مالية وجهك من الفرح والسعادة والله هو يجعل كل أيامك فرح والسعادة أو حسيت نفسك ساكت مش قادر تعبر عن الفرح اللي بداخلك لأن الكلمات ما تسعفك وتحب تسمع هذا الكلام كلام النعمة مدى الدهر إلى الأبد كل المطلوب منك أنت تذكر هذه اللحظات الأولى لما تقابلت مع الرب يسوع المسيح وغير حياتك وشارك هذه اللحظات وهذه المشاعر مع أصحابك وأهلك بكل بساطة شارك واكتب مختصر وصف لمشاعرك أول يوم قابلت المسيح تبارك اسمه وبركة السماء تكون معك اليوم وكل يوم وإلى الأفد آمين